السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تعمل روتيت الموديل عندك على بلنامج الساب انا في الكيس دي رسمت التاور ده بشكل خطأ فالوريجنتيشن بتاعته خطأ او ان انا عمل له امبورت من فايل زي الكاد او سولد على بلنامج الساب ومحتاج ان انا اعدل الوريجنتيشن بتاعت التاور بتاعي بقدر اعدله عن طريق كنترول ار وده اختصار امر رابليكيت بس لازم تعمل سليكت الاول على الابجيكت بتاعك من جرد ما تجدوس كنترول ار جاب لك هنا الربريكيت طيب طب هي مكانها فين هي مكانها موجودة عندك في قيمة ايدت وهتلاحظ ان هي مطفية معاك مطفية لانك انت مش عامل سليكت على الامر هنا لازم تعمل سليكت الاول على الممبر اللي انت عايز تعمله روتيت وبعد كده تروح لقيمة ايدت وبعد كده هتنزل على كلمة روبريكيت من هنا او زي ما اتفقنا هتدوس على كنترول ار كاختصار معاك لكن اخليونا نروح على قيمة ايدت ونعمل من هنا الربريكيت الربريكيت هنا في الحقيقة عندك في منه كنترولينيار وريديال وميرور لينيار خطي وريديال وميرور طبعا معلومة بس صغيرة كده الربريكيت هنا بديل لقمر ميرور وبديل لقمر روتيت وبديل لقمر موف وبديل لقمر الري لينيار وبديل لقمر بولر لينيار سواء كان عندك في الكاد او في السولد اللي هو بتقدر تعمل تكرار خطي او تكرار ذائري او تقدر تعمل روتيت او تقدر تعمل ميرور من خلال القائمة دي خلو بس نركز على موضوع الريديال ازاي تقدر ان انت تعدل الموديل بتاعك انا عندي في الموديل بتاعك بيقولك عندك هنا فيه طبعا فيه X و Y و Z و طبعا ده بيرنامج ثلاث الابعاد فهو بيتحرك معاك اما في X اما في Y اما في Z فانا في الحالة دي هسيبه برا لل X وهجي شوف هنا بقية الداتا اللي عندي اللي انا محتاجة أدخلها ايه هنا بيقولك النمبر النمبر ده لهو عدد التكرار و زي ما انتفقنا ان الامر ده ممكن يديلك ري دائري لكن انا في الحالة دي انا مش عايز اعمل ري فهسيب قريمة واحد طيب لو انا عملت قريمة خمسة يبقى انا كده وقتها هعمل ري تمام؟ لو انا اه اجيد دوست ابلاي مسلا عمل لك ري تكرار بالشكل ده لكن انا هعمل وهعمل CTRL Z وهارجع تاني اعيد الخطوة دي تاني هجي سيلكت الوبجيكت بتاعي هجي هدخل على ايه هجي هدخل على ايه ري بلي كيت وهخلي قيمة دي عندي واحد لان انا مش عايز اعمل اي تكرار وهعلم على دليت أورجع اوبجيكت عشان يمسح لك المودل الاساسي لانك لو انت نسيت تعلم العلامة دي هيعمل لك روتيت وذ كوبي لكن انت في الحالة دي هعمل روتيت من غير كوبي لو جيت دوست ابلاي وجيت دوست اوكي هتجي تلاحظ ان هو هنا هعمل لك روتيت بتاعك طبعا فيه معلومة مهمة جدا لازم تبقى انت عارفها ان انت هنا بتدخل القيمة بتاعتك طبعا هو القيمة عندك هنا انا اخر ماركود امدخلها 85 فهي السيل 85 لكن تقدر طبعا انت تدخل قيمة روتيت هنا من الانجل عندك وكده نكون خلصنا كلام عن موضوع روتيت في الساب اشتركوا في القناة